بالمناسبة بالمناسبة الراجل دي 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 شام انا القصة دي حكيتها ايام كيروش لما مشي بس احكيها تاني يعني دي 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 شام الموديل الفني للمنتخب الفرنسي الراجل ده جه في 2012 للمنتخب الفرنسي عينوه يعني والراجل ده دخل لعب كاس العالم 2014 وعمل نتائج في منتهى السوق في منتهى السوق على ما تذكر خرج من دور الستاشر او دور التمانية تمام عمل نتائج في منتهى السوق مع المنتخب الفرنسي في كاس العالم 2012 2014 وبعد كده بلده فرنسا استضافت كاس اوروبا اليورو فطبيعي ايه اللي يحصل فرنسا عندها وقتها ومازالت عندها افضل تشكيلة في العالم طبيعي ان فرنسا تاخد كاس اوروبا ادام بتلعب على ملعبها ومعها افضل تشكيلة في العالم فالراجل خسر البطولة قدام البرتغال في الفاينل تمام يعني انت عملت نتائج في منتهى السوق في 2014 وخسرت النهاية في بلدك في 2016 والراجل مكمل يعجي 2012 قعد 4 سنين لحد 2016 بيفشل 4 سنين وصل لحد 2018 قدي 6 سنين في 2018 خد كاس العالم اه ده بقى المشروع بالمناسبة من 2012 لحد 2018 في 6 سنين دول الجماهير الفرنسية تهاجم وتنتقد وتسيق لديشام تهاجم وتنتقد وتسيق لاتحاد الكرة الفرنسي والناس على كلمة واحدة على صرخة واحدة دي شام دي شام دي شام دي شام مكمل 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 لحد ما خد كاس العالم اه ده بقى الاسمه مشروع يحصل تعصرات في النص شغال استعملها لو انت فعلا عايز مشروع احنا مش فاهمين اصلا يعني ايه مشروع اساسا يعني احنا فاكيني المشروع ده ان اكتبها اقضى 4 سنين مشروع خليهم 6 سنين مشروع احسن خليهم 8 ده احلى مشروع في العالم مش كده ماشي بالمناسبة في هذا البيان النهاردة الاتحاد المغربي ايضا تحدث عن فكرة انه كاس الامم الافريقية القادمة اللي هتكون في المغرب ان شاء الله السنة الجاية في الخمسة وعشرين هتكون البطولة في الصيف يعني هتتلعب تقريبا بعد سنة واربع شهور بالمناسبة يعني يعني كده كده قبل كاس العالم قبل كاس العالم المدارب الجديد لمنتخب مصر عنده كاس افراقيا برضو مخلصناش الحكاية مخلصتش يعني فيبقى بتكره حطها في العقد ناس في اتحاد الكرة بحطها بند في العقد ويقول لازل تكسب البطولة او توصل فينال يعني حطوا الاهداف اللي انتوا عايزينها للراجل عشان يبقى عارفها برضو عشان لما يعملهاش يمشي برضو عادي ف في البيان قالك ان البطولة هتكون في السيف كان لسه في كلام هتكون في السيف ولا في الشيطة والتحاد المغربي قالك في سيف الفين خمسة وعشرين كاس النوم الأفريقية القادمة في المغرب